أريد أن نسجل هذه الحوارات مهمة جدا يعني مثلا نبدأ الآن نناقشكم مثلا في غاية الأهمية شخص يقول من أين أبدأ أو كيف أبدأ هيك يعني نقول أولا تبدأ بالتالي أنك تعرف أنك كنت تحت الفبركة يعني البيولوجية ملعوب فيها نعم بيولوجيتنا الـ DNA ملعوب فبدأنا هكذا أنا يعني أمشي معاكم الآن بدأنا فهمنا عرفنا أوكي وإثبتنا أنه الفكر الإنساني والحضارة الإنسانية والتاريخ البشري مش كما درسوه لنا وإنما هناك ألعاب تحريفات وأعطونا الكون المحرف اللي هو مش حقيقي برمجوك من أجل غاية السيطرة عليك فهنا بدأت المعرفة هذه هذا الأمر عندما نقول المعرفة بدأت انتبهوا هذا شيء مهم هذا تم مش فقط لوحدنا تم بمساعدة كائنات أخرى نعم كائنات أخرى بمساعدة نجوم أخرى بمساعدة تحالفات أخرى عالية تحالفات يعني مستوى سابع ثامن ليه؟ لأن دورة الأكوان الآن فيها تصفية إزالة الفابركات فهي مش تقول الفابركات فقط على الإنسان لا 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 وتزال لا مش هيكي الفابركات على شعوب المريخ الآن تزال وعلى شعوب كوكب زحل تزال وعلى شعوب كواكب أخرى الكواكب الأخرى أيضا حجزوها يعني مثلا المريخ موجودة فيه شعوب ومسكوهم هناك وضعوا عليهم دين وقالوا الأرض تصحرت الأرض فاضية فارغة موجودة وثائقيات موجودة لناس سافروا إلى المريخ وعرفوا أنه هناك شعوب نعم موجودة في المريخ شعوب وأيضا طبقوا عليهم الماتريكس قالوا مثلا الماتريكس بتاع المريخ قالوا أنه ما فيه كائنات أخرى أيضا آتين بدين ومطبقي على شعوب المريخ وعلى شعوب زحل بالمناسبة نعم وعلى شعوب الكواكب الأخرى فهم عزلوا كل كوكب عزلوه عن الكوكب الأخر بحيث أنت الآن عندما نقول لك المريخ يأتيك فكرة أنه متصحر نفس الشيء شعوب المريخ عندما يسمعون كلمة الأرض يأتيهم فكرة متصحر في حين هي خطأ ليه خطأ؟ لأن الخالق ما يعمل تصحر أنتم تعتقدون يعني الخالق هذا الخالق والمكون أوكي أي شيء يفيد يعني عامل مريخ متصحر ما هي الغاية هذا المريخ المتصحر هذه البرمجة البرمجة التي هي درسوك عليها من أجل أنك تقتنع أنه ما فيه لا شعوب ولا أي شيء لكن هو في الحقيقة الأكوان وأقرب الكواكب زحل والمريخ وهذه عطارد مليئة بالكائنات لكن حاجزيها حاجزيها بنظام ديني ونظام مالي نعم وفبركات ومقسمين فأنت ما بتعرف بالمريخ بشعوب المريخ وشعوب المريخ ما بتعرف فيك وزحل ما بيعرف بالمريخ وتمشي هذا الذي يحدث على يعني مثلا مجرتنا تمام الآن أريد أن أقول لكم شيء مهم عندما تترك المجرة التبانة نفترض الآن تقول أغادر مجرة التبانة هذه مجرة التبانة القصة بتاعتها يعني هاي قصتنا إحنا أوكي كحضارة كونية إحنا إحنا مجرة التبانة قصتنا يعني اندروميدن إحنا بليديان الحشراتيين ودراكونيان كأنه مدينة يعني مجرة التبانة مدينة وفيها تصارعات عندما تترك مجرة التبانة تذهب إلى مجرة أخرى تجد الأنظمة القوانين الأفكار كلها تتغير أشكال الكائنات تتغير تغير كامل أيضا عندهم تحديات لكن بغير ما بعرف بغير ستايل إحنا الآن الستايل بتاعنا الستايل بتاعنا دراكونيا وعاملين أنفسهم آلهة وماسكين الشعوب بالدين ومش عارفة يعني هذا الستايل بتاع مجرة التبانة تمام اترك مجرة التبانة وتذهب إلى مجرة أخرى أيضا كائنات أخرى وهناك تصارعات وهناك تحالفات وهناك محبيات وهناك انقسامات وهناك روحانيات لكن بستايل آخر بأشكال أخرى بهندسة أخرى بلغة أخرى وامشي من مجرة المجرة من مجرة المجرة انتقل من مجرة المجرة تريليونات تريليونات من المجرات فيها حضارات وأنظمة وأشكال وحكومات كونية والتحالفات وكائنات مليء مليء يعني هذا كله الكون الأول ممكن نعم هذا فقط الكون الأول اترك الكون الأول يأتيك فراغ 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 وتدخل بالكون الثاني وأيضا المجرة الأولى والثانية والعاشرة والمية وكائنات وتحالفات وظروف واترك الكون الثاني وتصل إلى الكون الثالث هذا الكون المادي فقط الآن اللي هو ما بعرف ممكن تريليونات من الأكوان وبعدها ممكن هناك ما يسمى بالعوالم المتوازية أو الأكوان المتوازية الأكوان المتوازية هذا مسجل فيه كل القصص بتاعتنا يعني أنت الطفل موجود يحدث الآن أم كل ثم تغني بالستينيات محدود يوجد الآن العوالم المتوازية هذه أصلا غريبة الغرائب ملك فاروق بتاع مصر موجود لكن بغير شكل ممكن بغير طريقة يعني مثلا ملك فاروق حدث له في الأرض تسمع القصة بتاعته ملك فاروق يعني ولد كذا تسلم الحكم كذا تمام تجد بالعوالم المتوازية ملك فاروق لكن بحوادث مختلفة عكس ملك فاروق اللي موجود بمجرة التبانة مثلا ممكن وتجد ملك فاروق آخر مشابه لهذا ملك فاروق مثلا كمثال يعني تجد أم كلثوم ممكن لم تكمل مسيرتها موجودة نسخة من أم كلثوم لم تكمل مسيرتها وموجودة نسخة أم كلثوم هنا أكملت مجموعة من الأغاني وتمشي وما نزال أيضا هذا جدا صغير اللي احنا نحكي هذا فقط على السطح يعني هذا اللي احنا نحكيه اللي قدرنا ممكن نستكشفه من البساطة بسيط هذا جدا أصلا الغريب ما نقدر الغريب ما يعني ما لا عقولنا ولا حتى الاندروم بالمناسبة اللي فوقنا ما ما يقدرون هذا اللي احنا نحكيه الآن هذا جدا سهل نعم هذه العوالم المتوازية احنا ممكن نعتقد بها غريبة هي مجغريبة يعني طفولتك تحدث الآن 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 انت ولدت بشكلك بجسمك بكون آخر نفس القصة اللي جرت عليك موجودة تسمى هذه الأكوان بالمسجلات تسجل يعني مثلا الكلمة اللي انا احكيها الآن تسجل الحركة بتاعتي تسجل أنا موجودة نسخة مني قبل ساعة وأنا موجودة نسخة مني قبل عشر سنوات كلنا نسخ هذا جزء من العوالم المتوازية هذا الأمر مش تعتقدون غريب هذا سهل نعم هذا جدا بسيط احنا ممكن نقول انظروا العوالم المتوازية لا الأمور ما تزال أقصد بسيطة الغريب الأغرب ما نقدر نكتشفه الأغرب ما نقدر أغرب الأغرب ما نقدر لأنه الأكوان فيها الأغرب والأغرب 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 نكتشف أغرب يخرج لنا كون أغرب منه من الكون القديم وهذا هذا عمق فيه يعني ف احنا مثلا بهاي الاتصالات بتاعتنا الاندروميدان حاولها جدا قريبين أصلا هذا جدا سهل نتصل بالاندروميدان ونصعد لهم لكن احنا من دهشين لا هو ما يحتاج هذه الدهشة هذا الأمر أصلا جدا جدا بالنسبة للأكوان قديم جدا هذا تعرفون هذا الأمر فهو هذا الخالق هو هذا المكون الفكر الطاقة ممكن نسميها تنتج غرائب تنتج غرائب عن طريق الأكوان والكائنات والألوان والموسيقى والصوت والمخلوقات وكلها في تفاعلات تفاعل أغرب من تفاعل تفاعل أغرب من تفاعل أي نعم هذا وما نزال هذا جزء من الصفر من الصفر من الصفر من الأعشار من الصفر اللي نحكي الآن فيه لأن الأغرب ما نقدر نكتشف يا شباب الأغرب ما نقدر أبدا لا اليوم نقدر ولا بعد ألف تريليون سنة نقدر الأكوان هي هاي الأبدية الأبدية تنتج باستمرار الأبدية ليه تنتج بسرعة؟ لأنه هو الكود برنامج الخلق يستنسخ تعرفون؟ يشتغل بسرعة نعم يعني زي ممكن خلنقول الموبايل فون الموبايل فون عندما كيف يصنعون ألف ألفين خلال ما بعرفوا ممكن ساعة يعني يضعون القوالب والمكينة تشتغل تمام؟ فأيضا نفس الشيء الأكوان عندها كود واستنسخ بسرعة 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 كواكب ها لغة جديدة لون جديد صوت جديد وتخرج من من أنفاس المكون لأن الكود يستنسخ وهذا الكود ممكن يرجع إلى الوراء ويتقدم إلى الأمام الكود ها أو الكودات لأن ما فيه الزمن فمثلا يعني أنت 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 انتبه هذا أمر مهم الآن أنت اللي يسمعني ممكن نرجعك إلى الوراء يعني نصعد بك إلى إلى كوكب نرجعك إلى الوراء وترى مدرستك تنصد نقول لك هذا مو أنت انظر هذه مدرستك هذا أبوك هذه والدتك وهذا بيتك زي تماما ليه؟ لأنه الكود تراجعي موجود هذه النسخة هذه التكنولوجيا جدا قديمة وهذه يعرفوها الدراكونيين يعرفوها يستطيعون أن يرجعوننا إلى الماضي الدراكونيين والندروميدن يعرفوها بالمناسبة اللي بليديان يعرفوها أجهزة تكنولوجية ترجعك إلى الماضي هاي قديمة أصلا هاي جدا بسيطة بالنسبة للغرائب يعني بس سهلة مثلا يعني فالماضي بتاعك يحدث الآن والمستقبل أيضا يحدث الآن المستقبل بتاعك كله يحدث كله يحدث في الأكوان ها هاي هاي فمثلا كيف نتصرف بهاي الوضعية نتصرف أننا نرسل حب نعيش الحب أنا يعني هذا هذا اللي أقول لكم نرسل حب إلى كل الكائنات إلى كل الأكوان إلى كل المجرات ونرسل حب إلى الماضي بتاعنا ونرسل حب ها نرسل حب إلى الاستنساخات بتاعتنا أرسل هو هذا هاي الحب أهم شيء الحب أهم شيء أنا أقول لكم طاقة حب لأن هي اللي تخلق هذي هكذا تتفاعل مع حياتك تبارك نفسك تحب نفسك ها تضحك تغني فرحان تفرح أكثر هو هذا يعني الحياة هكذا فهو هذا يسمى التطور فالتطور لغة التطور هو الحب يا أخواني وخواتي طيب أنا الآن مش أنا اللي أنا أقوله يعني أنا من أقول هذا هو مش أنا اللي جالس أنا هناك ما بعرف كائنات أخرى يعني من أين حصلت على هذا مش من كتاب يعني أنا عندي كتاب الآن بس هناك كائنات هي تخبرني وأنا أنقول لكم أي هذا واضح جدا فالمحبة يعني مثلا من أقول لكم المحبة بمعنى الكائنات العليا اللي تتصل معايا تخبرني بأنه نعيش بالأكوان عن طريق المحبة هذا الذي في حياتنا يعني كل القصة الكونية هي المحبة نبارك حياتنا نبارك حياة الأكوان ونبارك التكوين ونبارك الخالق الذي هو نحن بالمناسبة عندما أنت تحب نفسك يعني تحب الخالق الذي هو أنت عندما تفرح فهو هذا الخالق الخالق هو فرح خير سلام أمان جمال محبة هكذا شكرا شكرا